وزير العدل القطري السابق خائفا من ينتقد نظام تميم تسحب منه الجنسية طالب دول المنطقة كلها ويروج للحرية في المنطقة انه تميم امير قطر الذي يقول نريد حرية التعبير لشعوب المنطقة وهم ليسوا سعداء بذلك بينما معظم القطريين مجبرون على الصمت فقد نشرت مجلة ايكونوميست تقريرا مفصلا عن حالة الفصام التي وصل اليها حكام قطر في تعاملهم مع شعبهم ومع جيرانهم مشددة على ان قطر الدولة تزعم لانفتاح وتمارس التعسف وصلت التقرير الضوء على عقوبة سحب الجنسية من كل من ينتقد النظام ونقلت المجلة عن نجيب النعيمي وزير العدل القطري السابق الذي يخضع لحظر السفر قوله نحن خائفون سوف يأخذون جواز سفرك او ممتلكاتك ويتركونك عديم الجنسية اذا تحدثت ويقول التقرير انه على مدى عقود روجت قطر لنفسها كمنارة للانفتاح وهي تستضيف قناة الجزيرة وهي محطة فضائية عربية شهيرة تزعم انها تبث اراء مكبوتة في اماكن اخرى من الشرق الاوسط وتحولت الدوحة الى ملاذ لأولئك الفرين من حكوماتهم لكن اميرها تميم بن حمد الثاني اقل تسامحا مع الانتقادات الموجهة اليه وفي الشهر الماضي اصدر مرسوما يهدد فيه بالسجن لمدة خمس سنوات او غرامة قدرها 27 الف دولار على كل من يبث او ينشر شائعات او بيانات او اخبار كاذبة او متحيزة بقصد الاضرار بالمصالح الوطنية او اثارة الرأي العام او التعدي على النظام الاجتماعي وقد نشرت صحيفة يومية في قطر تسيطر عليها الدولة تقريرا عن المرسوم ثم تراجعت بصورة مريبة عن تقريرها ويقول المراقب اعلامي مقيم في قطر ان الجزيرة حرة في انتقاد الدول الاخرى ولكن لا تنتقد قطر ابدا ويعلق مديرها بالانابة مصطفى سواج عندما طلب منه تفسير غياب المعارضة القطرية في برامجه قال لا توجد معارضة قطرية اشتركوا في القناة